الأساتذة في بغداد أكدوا من خلال قربهم ويطلعهم موجود هذه المقرات وبعضهم يقول مكاتب هل يمكن أن يقرأ أنها بدايات لتكتيك إيراني جديد تستخدمه مع فصائل المقاومة سيبدأ من العراق؟ يعني الآن التهم تشير إلى إيران إيران قد تكون ضغطت على الحكومة العراقية بأن توفر مكانات بديلة إلى الحوثيين وإلى حماس شوف الرئيس الإيراني إلى تصريح يوم أمس قال إحنا ما عدنا مشكلة مع أمريكا إحنا ذول إخواننا أيضا بمعنى أنه أنت لما تكون صاحب قرارك بإيدك أنت قادر على اتخاذ القرارات التي تلبي مصالحك ومصالح شعبك نحن نتخذ قرار وننظر بي إلى الدول المجاورة نتخذ قرار وننظر بي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن قطر فتحت مكاتب لطالبان عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقاتل طالبان واستطاعت قطر أن تكون وسيط ورعت المفاوضات بين إدارة ترامب وبين طالبان من أجل تسهير الخروج الأمريكي من أفغانستان سؤال مطروح العراقي يمتلك القدرات هل يمتلك القدرات حتى يكون محطة تفاوض للدول المحيطة لأن اليوم المشكلة مع الحوثيين مع من؟ مع المملكة العربية السعودي السعودية نفسها حيانا تستقبل الحوثيين وتقيم معهم فاوضات عمان تستقبل الحوثيين سؤالي هل نمتلك الأدوات للتأثير على الحوثيين وعلى المملكة العربية السعودية أو أن نكون طرفا فاعلا في المفاوضات الجارية بين حماس من جهة وبين إسرائيل من جهة لتحقيق أفضل ما يمكن للعراق من خلال استقرار المحيطة أنا أقول لا لا بواقعية متناهية هذه سياسة المعايير المزدوجة من قبل ولايات المتحدة الأمريكية صارت معيبة لما كانت حماس في قطر كان الأمريكان يتفاوضون والإسرائيلين يتفاوضون على معادات قطرية مع حماس في داخل قطر وما اعترضوا لكن لمجرد كما يقول السيد سرمد البياتي مكاتب أو حتى وجود جاءوا للعراق اليوم ماثيو ميلر قلب الدنيا الواشنطن بوز قلبة الدنيا الانيوروك تايمز قلبة الدنيا ما اعترضتوا لما كانوا في قطر شو يعني لما يجوا للعراق عن قلبة الدنيا لأن قطر قوية في قرارها قطر تمتلك التأثير شوف قطر هذه الجزيرة شوفه الجزيرة الصغيرة اليوم مؤثر على مستوى النفط والغاز في مستوى على مستوى الغاز بشكل أساسي على مستوى الإعلام على مستوى الرياضة على مستوى الاقتصاد في النقل الجوي نتحدث عن دول قوية بذاتها القوة أستاذ نجم والله ليست دول يا دكتور أسير معذرة للمقاطعة هي ليست دولا قوية بذاتها لكن هناك فاعل ليش قطر ما تبتلك من نفط ومن غاز ومن قدرات أكثر مما تبتلك العراق لكن أمريكا أرادت أن تذل العراق بهذا الشكل لترفع من مستوى آخر هذه معايير صارت مفهومة يا دكتور أسير أستاذ نجم كثير من الدول تمتلك قدرات أقل من العراق عمان مثلا تمتلك قدرات اقتصادية سياسية بشرية أقل من العراق لكنه ما مقيد بقرار خارجي احنا عدنا قوة سياسية مرتبطة بالكامل بالقارج تمويلا وتسليحا وإدارة واختيارا وبالنهاية قرارك ما رح يكون عراقي خالص قرار قطر قرار قطري خالص قرار عمان قرار عماني خالص كثير من الدول تمتلك قرارات خالصة الولايات المتحدة الأمريكية معاييرها مو أخلاقية دائما أستاذ نجم الولايات المتحدة الأمريكية فاوضت طالبان وهي صنفها منظمة إرهابية وتوصلت معها لا حلول وكشفتوا كيف يتحدث ترام عن رئيس حركة طالبان ويسميه باسم الأول عبدول وحتى هذا شهد موجة استهزاء شديدة في الولايات المتحدة الأمريكية لكن في النهاية أنت لازم تكون قوي بذاتك مو قوي بما يفرضه الآخرين الآخرين دائما يردوك ضعيف حتى يتمكنون من عندك نحن لازم يكون نظامنا السياسي قوي مدعوم شعبيا واقتصادنا قوي أيضا حتى نقدر نحقق التأثير المرجو في المنطقة ترجمة نانسي قنقر